ورحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من حديث التعليمية اهلا بكم جميعا طبعا اكيد الابناء زينة الدنيا واكبر نعمة في الحياة كتير من علماء النفس بيروا ان لابد ان يكون في علاقة جيدة بين الاب والام عشان تستوي حياة الابناء يمكن كتير من الاباء بيعتقدوا ان ابنائهم مثلا ممكن يكونوا صغيرين فمش فاهمين اي حاجة اي مشكلات بتطرق بينهم لكن بالتأكيد بيبقى عندهم شعور بكل ما يحدث في المنزل وبالتأكيد بيتأثروا سلبا بهذا الامر فبالتالي لابد ان تكون العلاقة جيدة بشكل عام لابد ان يكون هناك دائما حوار بناء سواء بين الاب والام وبين الاباء والابناء فحلقتنا النهاردة هنتكلم عن قصص هذه العلاقة بين الاب والام وايضا بينهم وبين ابناءهم ويبي شرفنا في هذه الحلقة دكتور رانيا مجدي شعبان استشاري أسري وتربوي براحة بحيك اهلا وسهلا اهلا بيك يعني في البداية هل فعلا كما يقال ان تربية الابناء اشبه بالعمليات الصعبة اثناء المعارك الحربية ايه فعلا دي حقيقة انا بشوفها ان هي اصعب عملية ممكن تقوم بيها ان انت تربي طفل وتأهله دي عملية معقدة جدا لانه كيان ناتج من افكارك هو عبارة عن افكار بعدها ترتيبك انت بقى هي عملية معقدة جدا ومحتاجة تأهيل ان يكون الاب والام مؤهلين للابوة والامومة لانه امر مستهل بالمرة علاقتهم بالتأكيد بتنعكس على ابناءهم اكيد طبعا لو العلاقة فيها حوار وفيها ايجابية لانه برضو مش كل الحوارات اللي بتدور من الاب والام بتكون ايجابية بس شيء طبيعي ان بيحدث كثيرا يعني بتطرق ظروف بتغير شكل العلاقة بين الاب والام بيحصل بينهم يعني احيانا بيصل الامر الى الجفاء في العلاقة بينهم وبالتالي يعني بيحاولوا فيه منهم اللي بيراعي الابناء فبيحاولوا انهم يبعدوا مشاكلهم عن ابناءهم هو المفروض تكون بعيد لان هو الطفل وهو لسه كده صفحة بيضة صغير بيتأثر بكل حاجة انت بتعملها لان القدوة الاولى اللي بيشوفها هو الاب والام فانا الصفحة البيضة دي لازم اكتب فيها اللي انا بعد كده ينفع قراءة مش اي حاجة ينفع ان انا نقشها قدامه مش اي حاجة ينفع قولها قدامه ما ينفعش الاب والام ينتقدوا بعض طول الوقت وقدام الاطفال لان لو شخصية حد فيهم اقوى من التاني دايما الصورة اللي هتتكون للشخصية الاضعف هي اللي بتثبت يعني لو الام مثلا هي المسيطرة على الوطن بيطلع شخصية الاب مهزوزة في عين الابناء وبيطلع دايما شخصية الاب في نظرهم قدوة سلبية قدوة تفهم ملهاش اي دور في البيت ده اكزامبل يعني لانا النهاردة ما اتفقتش مع جوزي او اخترت اختيار سيء مثلا وخلاص بقى فيه اطفال انا ما ينفعش الحوار السلبي اللي بيننا او المناقشات السلبية دي هم ما يشوفوها لانها تنعاكس على علاقة حتى لو ما شافوهاش بيشوفوا شكل العلاقة بينهم بيكون ظاهر قدامهم ان فيه بينهم شيء ماي يعني هم اكيد بس ده مش في المرحلة الاولى من التربية ما يبدأ هو بقى يعرف يعني ايه علاقة بين اتنين متجوزين مثلا يعرف ان فيه خصام يعرف ان فيه هجر يعرف ان فيه جفاء ده على فرض طبعا انه كل ان يعني ان دي حالة عامة في حالات برضو بيكون العلاقات سوية وكويسة فيه ناس بتقول ان الست هي اللي تقدر انها تخلي علاقتها مع زوجها جيدة وفيه ناس بتقول العكس لا الراجل وفيه ناس بتقول الطرفين يا حيك شايفة مين الاكتر اللي عليه عامل ان العلاقة بين الزوجين تكون علاقة سوية وجميلة انا بشوف ان الست عليها العامل الاجبر لان هي قدرتها على الاحتواء بالفترة بتكون اعلى من الرجل انا بشوف ان الرجل طفل كبير اصلا اذا نجحت في احتواءه هتقدر تنجح في احتواء اللي بتكون بس ده مش رأي كل الستات ده كل الستات هتزعل مني دلوقتي هي عليها عامل كبير وهو برضو لازم تكون قوامته برضو نكحة يعني هو برضو لازم يكون في لحظات ضعفة بيقدر يحتويها التغيير الفيسيولوجي والنفسي ليه هيقدر يحتويه لان الستة على مدار الشهر بتمر في فترات كتيرة برضو صعبة في فترات الحمل في فترات الرضاعة في الولادة كل ده برضو بيأثر على نفسيتها هو لازم يحتوي كل ده معلش النهار ده فازل ما بتكون هي بتعاني من الحمل ومن الولادة مجرد ما شكلها بيتغير مش ناس كتير بتقدر تتعامل معها نفس التعاون أثناء الخطوبة وخلينا صرحة وده اللي بيحصل فده بعد كده هي قريدي نفسيتها بتتأثر بلإن شكلها بيتغير هو فين برضو من الكلام ده هل يعني من الطبيعي أن العلاقة بين الزوج والزوجة تتغير للأسوأ مع مرور الوقت ولا ممكن بالعكس يحدث أن العلاقة تتطور وتبقى أفضل بكتير ده هو راجع لتفكيرهم قبل الجواز والهم كانوا مؤهلين أصلاً لفكرة الجواز واللي هي الفكرة تبنت على العاطفة من غير عقل العلاقة اللي مبنية على الجانب العاطفي بس مجرد ما يحصل إشباع جسدي وعاطفي العلاقة تدريجياً بيبقى فيها فطور لكن هي لو مبنية على التكافؤ العاطفي والتكافؤ في الفكر الاختلاف في الفكر وفي نظرة كل واحد يوم للحياة مع الوقت بتعمل مشاكل يعني لو أن النهاردة مش متفق مع جوزي فكرياً وعاطفياً بس مع الوقت الصدمات دي بتموت العاطفة لأن قلة الاتفاق في الفكر بتموت الحب تدريجياً لابد أن يكون بينهما أشياء مشتركة يعني طبعاً وميول في الحياة مش بس ميولهم في الحياة تكون واحدة أو حتى لو مش واحدة نوصل لنقطة اتفاق أو نتفادى نقطة الخلافة دي حاجات بقى متعلقة بفترة يعني ما قبل الزواج إن هم يعرفوا فعلاً إن فيه بينهم أه تتاهم ولا لأ أو ممكن حياتهم تبقى جميلة بعد كده ولا لأ أو ممكن تزداد جمال لو هم عارفوا قيمة الجواز لأن الجواز أصلاً المفروض بيعزز العلاقات العاطفية والنفسية لأن كل واحد فيهم بيكمل اللي ناقص فيه لأنه هو ده شيء طبيعي ما حدش فينا هقدر يكمل حياته لوحده بس يختار الشريك اللي ينفع يكمل معاه ومش هم يبتدي إمتى المهمة هيبتدي مع مين هو ده المهمة تمام يعني طبعاً مع تطور العصر يعني وتطلع الناس ومعرفتهم بالثقافات الأخرى يعني بدأوا يعوا إن لابد أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة شريك بشريكة هما الاثنين شركات فيه مش قائد وتابع بالزبط مش قائد وتابع وسي السيد والمن هو المسيطر ما يبقاش فيه حرب على السيطرة والحرب على القيادة في البيت لأنه ده بتؤدي إلى انهيار العلاقة ولو انهارت العلاقة بين الأب والأم هتنهار التربية للأبناء لكن هل حيث شايفة أن الرجل الشرقي مازال بيمارس هذه السلطات مازالت يعني هل هي ده حاجة يعني في جيناته مثلاً أكيد جيناته والطريقة اللي هو تربى بيها برضو لأنه كل واحد فينا بيعكس طريقة تربيته سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم يعني كل واحد فينا يعني نتاج نتاج لتربيته وده بينعكس فيما بعد على علاقته بالشريك يعني لو يعني مثلاً سي واحدة تربت في بيت الأم هي المسيطرة بتكون عندها القدوة إن الست النكحة هي الست المسيطرة هي ده النتاج يعني كل واحدة بتعمل في بيتها اللي شفيته في بيت أهلاه فده لازم يكون فيه توازن ما بين الاثنين وإن العلاقة بينهم تكون هي الأساس مش الأنا الأنا لما اكتعل عند كل واحد فيهم والرغبة في إثبات نفسه ده بيموت العلاقة تدريجياً وبعد كده ده بينعكس على الأولاد بتكون العلاقة مفككة حتى لو البيت بين قدام الناس إنه مترابط جوهم بيبقى فيه تفكك وسن وأحياناً بيطلعوا الأولاد معقادين مش عايزين أصلاً يتجوزوا بسبب إنه مش شفوش أصلاً الدفع بين الأب والأم الكافر اللي يشجعهم على فكرة الجواز تمام بس أعتقد إنه إحنا يعني في بلدنا ربما نكونش مهتمين قوي إنه يكون عندنا ثقافة تربوية إنه إحنا نبقى عارفين إن مثلاً موضوع الزواج وموضوع الأبناء وتربيتهم دي حاجة محتاجة ثقافة عالية محتاجة دراسة محتاجة مذاكرة محتاجة قراءات طلاع متابعة لي مثلاً المتخصصين في العلاقات الأسرية كثير من الناس يمكن بتهمل ده وبتعتمد على إن هي نشأت في أسرة معينة فبترى شكل العلاقة بينها من خلال الأسرة من خلال الأسرة فبالتالي بنلاقي إن كثير من الأحيان العلاقة بتمتد من الأسرة إلى الأسرة التالية بنفس الشكل بتتوارس هو المفروض التعامل دلوقتي بعد اللي وصلناه والانفتاح اللي احنا بقينا فيه ده أنا بشوف إن الجواز ده زي المزايا وزي المشروع لازم يتعاملوا دراسة جدوى وهل الشخص اللي قدامي ده ينفع يكون شريك ولا لا؟ بس أحياناً المشاعر بتطغى ما هو هنا بقى لازم العقل يكون موجود لأن العقل لو غاب العاطفة أصلاً حالك تفتكري مين اللي بيتحكم في الاختيارات أكتر هل العقل أم القلب؟ بالنسبة كبيرة بتكون العاطفة وعشان كده غياب العقل وبيخلي العلاقة مع الوقت بيحصل فيها فشل لأن العقل لما بيغيب العاطفة العاطفة بطبعها متهور والقلب لو بيفهم كان بقى في المساكلة بس مش أحياناً العاطفة بتستدعي بعض التنازلات أحياناً في فرق بين أن أنا أتنازل عشان ننجح وأن أنا أتنازل علشان ولادي يعني هو الفكرة كلها فق أنا بتنازل ليه؟ وهل اللي قدامي يستحق التنازل ولا لا لأن أحياناً التنازل ده بيضغى عليك أنت شخصياً فجأة بتلاقي حياتك تتلاشت في النص أنت ما عدتش موجود أصلاً ويبدأ الطرف اللي قدامك من كتر ما أنت بتتنازل وما عدتش شايفك لازم يكون في سقف للتنازلات دي أنا بشوف أنه لازم يكون له سقف هل أيضاً حضرتك ترين أن لابد من أن الزوج والزوجة يعني يقوموا بإرساء قيم معينة في كيفية تربية الأبناء ويتفقوا عليها حتى ربما قبل أن تأتي الأبناء آه طبعاً يعني هو أساساً التربية ما هو الشيء سهل ده أنت بتبني كيان كامل فكره والعقائد بتاعته ده بيبقى يراجع لتربيتك التربية لما بتكون سوية الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيربي إزاي كان بيربي بالقدوة إن أنا أتصرف قدامه صح مش سأنا أنا أقول للوقت تأديله في نصيح وأنا ما بعملش منها حاجة يعني أنا ما ينفعش إن أنا يشوفني بكذب وأرجع بعد كده أقول له ما تكذبش اللي هي التربية بالقدوة ولازم يكون فيه فعلاً أسس إحنا نربيهم إزاي؟ نربيهم على إيه؟ هو أساساً إحنا بنجيب أطفال إيه؟ ده كله يعني اللازم تكون في الأساسيات في فطلة الخطوبة أنا بشوف إن ده مهم جداً مش فكرة إن إحنا نحب ونحتفل بالفالنتاين ونهي بعد كده ندخل في قصص متاهات والعلاقة بتفطر مع الوقت على فكرة العلاقة اللي ما فيش فيها اتفاق في الفكرة أنا بشوف إن العقل عليه دور كبير جداً في نجاح العلاقة زيه زي العاطفة بالزبط وما قدرش ألغى العاطفة لأن أي علاقة ما فيش فيها عاطفة مش هيكون فيها متعب مش هيكون فيها استمتاع بوجود الشخص ده في حياتي أكبر دليل على كده لو ما فيش قبول الجواز ده مش بيتم يعني كخطوة أولى يحصل قبول بعد كده بقى نبدأ نشوف ميولنا متفقين مع بعض ولا لأ لأن في الصدمات كتير بتحصل وتلاقي قصص حب رهيبة واستمرت سنين وبعد كده انتهت بالفشل لأنهم طلعوا مختلفين في الطباعة ميول وبعد كده غير ميولها ومعليش زي ما الست بتحط على وشا مكياج أنا أسفة والله والشخصيات بتحط على وشا مكياج برده تفضل متماكيشة كده أقمعة تقصدي بقى آه بالزبط كده أما تجملها وعلى طول نبين ان احنا حلوين ومثاليين مفيش حد مثالي مفيش حدين مفيش في عيوب بس هي الفكرة ان الطرفين يحتووا عيوب بعض هي الفكرة بس أعتقد ان يعني كما تقول الأمثال العشرة هي اللي بتبين الشخص على حياته وبشوف كمان برضو ان الواحد لازم يكون صادق مع نفسه وده يخلي صادق مع الناس أنا لو شايف عيوبي كويس حتى لو أنا معرفتش عالجها أتفاداها لأن الشخص الموجود في حياتي ده المفروض انه دخلني حياته يعني دخلني حياته وهو دخل حياتي عشان نريح بعض مش عشان مع الوقت الموت في بعض في علاقات يعني أنا بشوف انه بدأت بحب وانتهت بعداوة ياريت بس بفراء ده بقوا أعداء ليه لانه كل واحد يوم بدأ يتعامل مع التاني على انه ندي لي ونسوا خالص ان في علاقة بينهم هي الأساس يعني المفروض الطرفين الأهمية عندهم الأولى تكون لنجاح البيت مش لنجاح الانا فلازم يكون فيه مساحة من التنازل والرجوع وراه كده شوية عشان استوعي واحتوي الشخص اللي قدامه طيب عايزيني تكلم عن بعض الأمور اللي ممكن انها توطد العلاقة بين الرجل وزوجاته وبالتالي بتنعكس على الأبناء وبرضو عايزيني تكلم عن الأخطاء اللي ممكن بيقع فيها الطرفين وبتأثر سلبا على الأبناء أنا بشوفوا ان الصداقة أهم محور لو نجحوا في انهم يكونوا أصدقاء هينجحوا في انهم يبنوا بالسعيد جدا اللي هو الغموض ما يبقاش فيه غموض ما بينهم يعني بفكرة ان يبقى فيه أسرار متحفز عليها بشدة في حياة كل من الطرفين مع وجود برضو شيء من الخصوصية يعني يا ما تبقاش يعني فيه شيء ما يبقاش لتنين حيشاريين في حياة بعض بس يبقى فيه مساحة من الصداقة والصدقة في التعامل لأن الكتب الكتير والرواسب السيئة مع الوقت والخلافات الممتدة دي مع الوقت بتخلي العلاقة سيئة جدا ويضطروا الاثنان يعودوا عشان الولاد الخصوصية بين الرجل والمرأة يعني هل لها حدود؟ لازم طبعا يكون لواحد فيهم يحترم خصوصية التانية ده أنا بشوف ان ده شيء مهم جدا لأن فرض السيطرة برضو والمرأبة المستمرة ومرأبة التليفونات وانت بتكلم مين وهي انت ملي معاك في الشغل والغيرة الأوفر في التعامل دي بتخلى اللاقة برضو سيئة جدا طالما لازم يكون فيه مساحة من الصقة كل واحد فيهم يسق في التاني الصقة كافية تأهله للاستمرار معاه ويكون وثق في نفسه لأن الغيرة الزايدة دليل على عدم الصقة بالنفسه يمكن مع تطور العصر وظهور تقنيات حديثة ومثلا شبكة الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي بنجد ان هناك مشكلات بتطرق كثيرا بين الزوجين خاصة مثلا ان الزوج عايز يعرف الباسورد بتاعة زوجته على الفيسبوك وهي نفس الكلام ما ممكن يدوله ويعمل أكاونتين ولا هزيعمل حاجة تبش تمنعه المرأبة اصلا مش بتمنع حد او يتنحل مثلا حد منهم شخصية تانية وعشان يشوف التاني بيبقى سلوكوا ايه مع الاغراب بالزبط حاركش شايف ان دي حاجة طبيعية دي حاجة مش كويسة على فكرة لان انا المفروض استثمر في العلاقة نفسها بالحب وبالعطاء مش بالمرأبة والمتابعة لان هو لو عارف حد سين هو عارف حد تاني وانا رائبت كتر الخنقة وقلة الحرية لهو لازم ياخد حريته برضو وهي برضو لازم يبقى فيه شيء من الحرية الخنقة الزيادة دي هي اللي هتخليه كده كده يخون لانه مش لقي راحة هو حاسس بقى في البيت مفتش مش مراته ومع الوقت بتفقص جزء جبير جدا من انوستها هو بيحس انه بتعامل مع راجل مش مع واحدة ستة طب نفس الكلام فيما يتعلق بالابناء هل ينبغي ان الاباء يرقبوا مثلا ابناءهم على السوشال ميديا من بعيد مش لازم المرأبة اللي انا الغي فيها شخصيته لانه اصلا الصفات الصفات الانسان مننا فيها صفات جزء منها جيني اللي هو المفروض ان هو مولود بيه وجزء مكتسب النهاردة هو مولود بصفة العندة مثلا او بصفة العصبية كتر المرأبة والمتابعة والنقد طول الوقت فيه هيطلعوا شخصية ضعيفة وشخصية مش واسقة من نفسها انا اقدي مساحة من الحرية ومعها برضو ارشاد ومعها مرأبة ومحتاج طولة بال شوية ده محتاج صبر لان التربية طبعا النهاردة في وسط المجتمع اللي احنا فيه بقت صعبة جدا محتاجة صبر ومحتاجة تروي ومحتاجة ان انا قبل ما افكر اجيب تلاتة اربعة خمسة اعرف كيفية التربية ان انا لو اكتفيت بطفلة او اتنين وربيتهم تربية سليمة افضل من ان انا جيب اربعة واهملهم وطلعوا شخصيات غير اسوية هل حالت شايفة ان الفجوة بتتسع بمرور الاجيال بين جيل الاباء وجيل الابناء او للأسف الشديد كل واحد بقى بيعشاء التليفون اكتر ما بيعشاء اللي قاد معه في البيت انت لو دخلت على بيوت دلوقتي كلها معها التليفونات الحديثة الهواتف الزكية هتلاقي كل واحد بيحب اللي في التليفون واصدقاء اللي على الفيسبوك اللي هم افتراضيين اصلا اللي ممكن يكونوا تلاتة اربعة ما وشوفهمش متعلق بهم اكتر من مامته ومن بابا ما فيش بينه يعني ممكن الحوار اللي بيقيموا على الفيسبوك بيعدي الساعة والاتنين وما بيتكلمش مع مامته عشر دقايق او مع بابا عشر دقايق وده برضو راجع لان الاب والام اهملوا فكرة الحوار ما تعودوش مع اولادهم من صغرهم على الحوار تمام للاسف بلاحظ كتير ان كتير من الاباء يعني بيصلوا الى مرحلة ان هم بيفقدوا السيطرة بشكل كبير جدا على ابنائهم دي حاجة منتشرة جدا في بلدنا ودي حاجة برضو بيتأذى منها الكثيرون بيفقد السيطرة اصدق ولا التواصل لا السيطرة السيطرة ان هو خلاص ما ابنه ابنته او بالنسبة للسيدة برضو ابنها بنتها مش قادرة تتحكم فيه مش قادرة تسيطر عليه بيعمل على مزاجه خلاص فقط السيطرة عليه ما بقاش فيه اي حاجة ممكن ترضعه يعني دي انا بشوفها مشكلة كبيرة موجودة اه كتير ايه اللي بيصل بالامور لهذا الحد هل هو ضعف مثلا من الاباء تدليل زائد مثلا يعني يكلمين عن حاجة اللي ممكن يصل لان دي حاجة خطيرة جدا بمجرد ما الاباء يفقدوا السيطرة تماما على ابنائهم ويرجعوا بعد كده يشتكوا في وقت ما عادش ينفع فيه شكوى انا بشوف ان اول سبب بيكون هو الاهمال اهمال الجانب النفس للطفل اللي زي ما قلتلك من شوية ان ما تعودش مني عن حوار ما تعودش مني ان انا شاركوا اهتمامات وليه بقى احنا بنبص دايما لاهتماماتنا احنا بنشوف ان اهتماماته الصغيرة دي شيء تافه بالنسبة لنا لكن هي دي كيانه كله اللعب بتاعته اللي هو بيلعبه من اول فترة المكعبات منه سنتين ثلاثة لما انا عوده ان هو يبني بيت واقول له ابني واعود جنبه واقول له الله ده جميل انا بعمل كده على فكرة معي ودعمه وابدأ اقول له لأ انت غلطت هنا طب تعالى نعم هو فكرة انه غلط وصحح له احسن من ان انا سيطر عليه وايده لان برضو الحصار الزايد وبرضو الدلع الزايد اي شيء بيزيد عن حده بيجيب نتيجة عكسية لازم يكون فيه مساحة من الحرية ومعها مرقبة واخلق نوع من انواع الود بيقوله في الفلاحين لو كبر ابن الخوي احنا فيه ده ما قوله كمان قديمة او بس على فكرة هي تأثيرها النفسي قوي جدا لانه هو اول ما بيكبر وما تعودش على جو الود في العلاقة بيبدأ يخاف انه هو يظهر عيوبه او يظهر اخطاءه بس هو شيء طبيعي انه هو هيغلط مهمش هيتولد بنفس الخبرة اللي عليها الاب والام دلوقتي مش معقول فترة المرقبة اللي بيعاني منها تقلبات في كل حاجة على المستوى النفسي وعلى المستوى العاطفي وعلى المستوى الجسدي ويبدأ احساسه بنفسه يختلف هيكون عنده نفس درجة النطج اللي الاب والام عليها هو ما هو تزيك ولوصل لدرجة الخبرة اللي انت فيها هي الفكرة في طرق التوصيل اكيد كل اب وكل ام بيحب ابنه ودي بتحب اولادها وبشكل جنوني بس طرق التعبير هي اللي بتختلف طريقة التعبير عن الحب الحب يعني احتواء يعني حوار يعني صداقة هو لو تعود على ان مامتو بتسمع له في الصحة وفي الغلط مش هيبعد عنها وهيتجوز وهتفضل مامتو سره برضو ويرحلها يحكي له ويقول لها انا غلطت في كذا وانا عملت كذا انه نحتوي اخطأهم وانا سيب يخد التجربة وردو هل من الطبيعي ان مثلا الاب والام كل منهم بيتنافس في كسب مودة وحب ابنائهم عن الطرف الاخر يارتي بقى التنافس في المودة المشكلة التنافس في فرض السيطرة هو اللي بيكون اقوى واكتر بس دي برضو بتحصل وبنشوف كمان ان احيانا الامر بيصل الى ان ممكن احد الاطراف خاصة لو فيه بينهم اي نوع من المشكلات ما انا لست هقول لك من المشكلات بيذم في الطرف التاني امام الابناء ودي اعطاقنا حاجة مش كويسة لا حاجة مش كويسة خارج لان انت بتكسر فيه حاجة هو ساية ان الطرفين يمفصل مش هقول لك بس بينهم مشاكل الطرف اللي انت بيتسيق ليه ما هو جزء من كيانه هتطلع سورة الام في عينيه مشوهة انا لو اسأتي الى الاب بطول الوقت هتطلع سورة الاب في عينيه مشوهة انا لازم اراعي ان هو علاقتي بيه غير علاقتي بجوزي علاقتي بجوزي ده جانب وعلاقتي بابني ده جانب تاني وصورة جوزي في ابني ده جانب تالت لان انا بكسر فيه القدوة هتطلع عنده سورة الام معقدة لو انا زمت فيها هتطلع في سورة الاب برضو معقدة لو انا زمت فيها في المقابل برضو ايه بيكون تأثير مثلا ان الام مثلا تمتدح زوجها امام ابنائها والعكس صحيح حتى لو العلاقة بينهم متوترة ده بيكون تأثيره ايه على الابناء ده بيطلع شخصية برضو سوية عندها قدوة حلوة لما انا كلمه طول الوقت ان بابا كان شخصية كويسة وكان شخصية قد ايه قوية وشخصية قد ايه كانت نجحة وشخصية وصلت لكذا والكذا هتطلع طول الوقت قدامه نموزك حلو جدا عايز يقلده عايز يبقى زيه انما طول الوقت اقول له باباك ده كان فاشل باباك ده كان بيعمل باباك ده كان انسان سيء اقول لها مامتك دي كانت سيئة او حاليا مثلا دي مامتك دي بتجذب معرفش ايه بيقوله بالضبط كده انت لو جيت حاجي امتها بعد كده هتقول لك طب ما هي ماما بتجذب يعني انت لو تهتها هتقول لها انت بتجذب اللي هي تقول لك طب ما هي ماما بتجذب طب انت بتدخن ليه طب ما بابا بيدخن هي الفكرة كلها في ان انا اراعي الجانب النفسي وابدأ اشتكي احيانا بقى بيوصل الابناء لمرحلة من النطج مثلا يعني عدوا مرحلة عمرية معينة وقدر اشاركهم همومي كأم كبرت في السن وابني مثلا عدى سن التلاتين او وصل لمرحلة نطج كافية ان ارقدر اشاركه همومي في الوقت ده لو انا اشتكيت له او حكيت له هو هيقدر يستوعب لكن مجيش في فترات البناء بتاعته ليه شخصيته لم تكتمل نفسيا ولم تكتمل عاطفيا وابدأ اشوه القدوة في عينيه كده هيطلع غير سوي وعلى فكرة لو قابل ليه دميل او صاحب قاد في بيت سوي هيحس طول الوقت بنقص حيث ان فيه خلل ان فيه حاجة طول الوقت نقص لو فيه مثلا علاقة غير جيدة بين الاب والام ازاي يقوموا بتبرير شكل هذه العلاقة امام الابناء بحيث ان هما ما يتأثروش سلبا بيها هو عجلا اجلا للأسف الشديد مهما هما يداروه يتأثروه بس انا بتكلم الكلام فيه ما يتعلق بالتبرير يعني خلاص العلاقة بين الزوج والزوجة سيئة ويعني هالحاج شايفة ان الابناء من حقهم ان يعرفوا ايه مبررات هذه العلاقة السيئة هو هيفيدهم لو عارفوا لو قدموا مبررات مقنعة ده هيفيدهم في اختيار ازوجهم بعد جدا يعني مثلا انا كأم فشلت في اختيار الزوجي او الشريك حياتي انا لما ابني يوصل للمستوى النطج زي ما قلت لحضرتك من شوية النطج الكافي انا ما ينفعش ان هو لسه في مرحلة التأهيل ابدأ انتقد واقول حظي واقول بختي واللي جرالي ده كله هيقصر عليه سلبا وهيقصر على درسته وهيقصر على حياته فيما بعد انا المفروض ان انا لو لا قدر الله الزروف وصلتني ان انا عود عشان خطر اولادي وده بتحصل في كتير جدا من البيوت بتبقى حفاظا على حقوقهم حفاظا على انها ماش عايزة تشوه صورتهم قدام اصحابهم انهم طالعين من بيت مفكك او طالعين من بيت ممزق فبتضطروا تقعد عشان تربيتهم ورغم كده بتكون العلاقة مثلا بينها وبين جزم مفيش علاقة تقريبا او منفصلين موجودين بس ازواج على ورق في الحالة اللي زي دي هي لازم قدر المستطاع لو فيه خلافات هم هيسمعوها او هيشوفها يتجنبوها لحين يقدروا يقدموا المبرر الكافي الحاجة زي كده لانهم هكيد هيكبروا هيسألوا ايه السبب في اللي بيحصل ده طب ليه انتم فصلتوا طب ليه انتم علاقتكم بعض متوترة لازم اقدم اسباب مقنعة خاصة كمان الامر بيكون واضح اكتر او بيبقى يعني ممكن بيداي الابناء لما بيذهبوا عند مثلا اصدقائهم بيشوفوا شكل تاني للتعامل سواء بين الابوين مع بعض او بين الابوين وابنائهم فعملية المقارنة دي حاجة طبيعية بتحصل وتتعب النفسية كمان لهم شافوا انهم بيوتهم غير سوية واصحابهم يشوف مثلا بابا او مامته متمين بيه بيجوا وصلوا ابنهم بيجوا مثلا بيهدوا بيوديو النادي بيجوا مصروف اكتر منه كمان فكرة المصروف دي بيبصوا البعض فيها جدا طالب ما في المدرسة بيشوف ان مثلا سميله اللي قاد جنبه بياخد مصروف اكبر منه فدي هنا برضو طبعا كل واحد وقدراته او كل واحد ايضا وفكره لان في بعض الابا ممكن تعتقد ان لا حتى لهم مرتاحين ماديا مش حاجة كويسة ان هم يعني يكونوا سوقاء مع ابنائهم في اعطاءهم للمصروف فهنا ازاي يصل الاباء مع ابنائهم لمرحلة ان هما ما يقرنوش ما يعقدوش دائما مقارنات بينهم وبين غيرهم ده راجع للافكار اللي انا بحطها في دماغهم ان هو صغير على كله لان انا لازم اعوده ان ربنا خلق الناس على درجات من الغنى وعلى درجات من الفهم وعلى درجات من العلم ان احنا متفوتين في العلاقات دي وان اللي اهم من المادة ان انا يكون عندي اخلاق كويسة لان ياما ناس معاه فلوس كتير جدا وفشلت في تربيت اولاده مطلعة شخصيات غير سوية وعديمة الخلق انا على حسب ما انا بربيه بربي جواه الفكر معين وانا بحتويه وبالعطفه بالحنان اقدر عوض النقص المادي على فكرة وبرضو الناس اللي زروفها المادية كويسة قوي لازم تراعي ان ابنها برضو هيقابل في المدرسة من هو اقل منه وعلى فكرة استخاب في المادة مع الوقت بيخلق شخصية لا يعتمد عليها لانها تعودت ان يجي لها كل حاجة من غير ما تتعب وتعودت ان ما فيش اي مسئولية المشكلة ان الابناء بيعتقدوا ان مثلا اباهم بيحبوهم اقل لانهم مش بيديلهم مثلا مصروف زي زميلهم في المدرسة ما هو ده راجع للاحتواء بقى يعني هي لو جي كلمها في حاجة زي كده تعرفوا وتفهموا زي ما قلت لحضرتك كده المعتقدات اللي هتترسخ في زهن الاطفال من هما صغيرين حتى لو عدت مرحلة ما قدرتش احتويهم فيها لكن هما هيشوفوا ان انا باب زي القصارة جاهدي ان انا وصلهم لمستويات كويس وعرفوا ان برضو زي ما قلت لحضرتك ان الناس مستويات هو مع الوقت هو ممكن شوية في الاول مش هيستوعب لانه برضو ما عندوش نفس القدرة قدرة الفكر اللي هتخليه استوعب الفرق بين الطبقات او اني في ناس معاها وناس مش معاها بس مع الوقت ده لما انا اعوده على ده واحتويه حتى لو لقيته غضبان شوية او زعلان شوية اقدر اراضيه واعرفوا ان ده قدر استطاعتي هو ده اللي انا اقدر عليه تمام بيصعب عند كثير من الاباء انه هم يعني يعطوا ابنائهم الاستقلالية في امور كثيرة مثلا فيما تعلق ايضا بخروجهم خارج المنزل مع اصدقائهم ايا كانت الاماكن اللي بيحبوا يروحوها دي حاجة طبعا مع الاجيال الحالية بيكونوا متمردين جدا عايزين دايما يخرجوا عايزين يحسوا باستقلاليتهم عايزين يتنططوا هنا وهناك وطبعا كثير من الاباء بينزعجوا من هذا الامر كل حاجة بيبقى عايزينها تبقى مقننة حتى لو في رحلات معينة مدرسية برضو مش عايزين الامر يكون سايب مفتوح كل ما يرغبوا فيه خروج مثلا يعني يسمحوا لهم ده برضو دي امورك بتسبب مشكلات كتير ده هو شيء طبيعي ان هيكون فيه معاناة في التربية طبعا انت مش هتلاقي كل حاجة زي ما انت عايزها لانه مرحلة النطج الفكري اللي هي بت ماهلك انت كاقب انك تعرف ايه الدرر و ايه النفع وها ما عندوش الكلام ده هو كل اللي مسيطر عليه انه عايز يزبط لصحابه انه هو راجل وانه ولا بحب يخرج بيخرج ولما يحب يرجع في اي وقت بيرجع لازم تكون فيه مساحة من الحرية بس يعني يكون فيه متابعة لازم يكون فيه متابعة لان انت طول الوقت في فترة من الفترات طول ما انت بتحول تلغيه هو يحاول يثبت لك العكس هيبقى اعند منك لانه هو هيحس بقى ان انت بتأيده في الوقت اللي فيه اسحابه واخدين راحته بلازم يكون فيه بالانس في الموضوع ده يشد ويرخيا ما يكونت طول الوقت فيه شد ولكن طول الوقت الموضوع فيه دلال زايد ودلع زايد فيما يتعلق بالشدة والارخاء يعني برضو دي امور بتحدث كثيرا ان يكون مثلا فيه نقدر نقول اختلاف او تناقض احيانا بين تعامل الاب مع ابنائه وبين تعامل الام مع ابنائها في نفس المواقف هنكمل السؤال ده لكن اسمحيلي هنخرج في هذا الفصل مشاهدونا ابقوا معنا رحمة بكم من جديد مشاهدين الكرام ما زلنا معكم وحدثنا في هذه الحلقة عن العلاقة السوية بين الزوج والزوجة وكيف ينعكس تأثرها على الابناء طبعا لابد ان يكون هناك دائما تفاهم وود وحب بين الزوجين حتى تنشأ علاقة الابناء علاقة سوية معي ما زل دكتور رانيا مجدي استشاري اسري وتربابي راح بحك مرة تانية كنت بسأل حكي قبل الفاصل عن التناقض اللي احيانا بيكون موجود كرد فعل على مطالب الابناء على الظروف اللي بيتواجدوا فيها مثلا الابن عايز حاجة معينة يروح لمامته مامته ترفض يروح لبابا بابا يوافق او العكس احيانا بيكون فيه اراء متنقضة من الطرفين فيما يتعلق بالامور الحياتية اللي بتنشأ بينه وبين ابنائهم خاصة فيما تعلق بمطالبهم فهنا بنلاقي ان ده ممكن لا بعمل فادوة مع الوقت بالتالي بنلاقي ان مثلا الابنة او الابنة بينجزب الطرف عن الطرف الاخر يعني كيف يمكن تجنب حدوث ذلك على فكرة ده من الاخطاء الشائعة في التربية لان انا حتى لو انا هدد رأي جوزي مثلا ماينفعش ابني يشوف الرفض ده لازم احنا الاتنين نكون يعني نكون سينرجيستيك لبعض يعني بندع عن بعض لان هو لو تعود ان مامته طول الوقت هي اللي بتلبي رغباته هيحصل بينه وبين والده حاجز نفسي هيتكون في زهنه دايما ان مامة ديها اللي معاها العصاية السحرية اللي بتحقق لي كل احلامي وتعمل لي كل اللي انا عايزه وكذلك الاب برضو لما يكون فيه دلع زايد ومامته تبقى عايزة ديبنا حاجة معينة وطول الوقت الاب هو اللي بيلبي الطلبات فلازم يبقى فيه بالانس ما بين الاتنين حتى يبقى فيه لغة اشارة كده مش لازم يكون كلام ما بين الرفض وما بين القبول ودايما مش كل حاجة تنطلب تتلبف وقتها او رد عليها يبقى ساعدها طب شوية طب هكلم بابا طب هو لو وافق هنشوف هنعمل ايه طب هاخد رأي مامتك هنشوف هنعمل ايه بحيس ان الطرف مش كل طرف فيهم يلغي التاني لان طول ما انت بتلغيه طول ما سقط الطرف ده بتقل يعني فيه امهات بتشتيكي طول الوقت ان ولادها بلغينها تقولي انا اصلا هي الكلمة كلمته حتى لو غلط ما هي الكلمة دي اللي بتخليهم يلغوها انا هاخد رأي بابا هشوف بابا عيوفا بعد كم ممكن يروحوا البابا على طول اه لا بس هو لازم يتعودوا انه هو فيه مشاركة لو الاب قال لا طبعا اععد مع ماما ونشوف هنعمل ايه المفروض ده يكون الرد بتاع الترفين على فكرة فيه شخصيات عشان يثبت ان هو الكلمة كلمته حتى لو غلط حتى لو اللي مردته طلبته ده الصح يلغيه عشان يطلعها هي غلط طب ليه ما يكونش الحوار ده مش فيه جلسة سرية بين الزوج والزوجة ليه ما يكونش بين الاسرة كلها ويكون فيه حوار كده اسري شامل بين الافراد كلهم اه ده كويس جدا ويتعودوا انه يبقى فيه مشاركة في الحوار وثقافة الرأي الواحد على فكرة الرأي الواحد ده اخطاءه كتير جدا لازم يكون فيه حوار ما بين اطراف الموضوع زي ما انت قلت كده ممكن يكونوا التلاتة الولد اللي محتاج الحاجة او البنت مع الاب ومع الام ويشاركوه هم بقى يتعودوا على المشاركة او على الحوار الجماعي اللي هو للأسف بقى غايب عن كل البيوت دلوقتي للأسف وده عامل ازمة ما عادش فيه حوار كل واحد بقى مسلم لمعتقداته والافكاره معين لو اتكلم مع الطرف التاني اي جاليد هيدوب الحوار بيعالج تلات اربع مشاكلنا لان ما كانش المشاكل كلها كل واحد فيه عنده معتقداته وعنده افكاره اللي بيترجم عليها رؤيته لكل موضوع مع انه ممكن تكون رؤيته غلط ويكون هو فاهم غلط او سوق ظنه اللي مهيقله او افكاره هي اللي حبسه جوا الفكرة دي مع انه هو لو اتكلم مع الطرف التاني ممكن يتطلع على جوانب اخرى محدش فينا كامل ولا حد فينا طول الوقت رأيه صح هل يعني يجب على الاباء ان هم يفرقوا في التعامل بين ابنائهم يعني لو اتكلمنا في جزئية معينة مثلا على حسب عمرهم يعني يكون مثلا التعامل مع الابن الاكبر او الابن الاكبر مختلف عن التعامل مع الاصغر اه طبعا لان اكيد كل سنة هتعد من عمره هتزود في احتواءه يعني احتواءه هيعلى نطجه الفكر هيزيد شيء طبيعي ان انا لازم انا بتكلم مثلا تفرقة في التعامل ولا تفرقة في التناول يعني مثلا ممكن حاجات تتاح للأكبر لا تتاح للاصغر ده شيء طبيعي بس ده ممكن يعني يخلي الاصغر يتدايق انت مش معنى اخيك كبير ولا اختيك الكبيرة دي برضو بتحصل مشكلات هو مع الوقت برضو هيفهم انت مش كل حاجة هتترحى هتبقى يعني هيرحبوا بيها وهيستقبلوها وهيفرحوا بيها شيء طبيعي انك هتلاقي غضب وانك هتلاقي ثورة وانك هتلاقي غيرة كل ده بقى راجع لقدرة الاب والام على احتواء الموقف نفسه لانت مش هتلاقي الدنيا سلسة ومشي زي ما انت عايز لان ابنك مش هتلاقي فيه نفس طباعك ولا نفس طباع اخوه كل واحد فيهم منفرد بشخصيته انت تتعامل معه لحسب رؤيتك انت لشخصيته فيه اطفال مفتح الحنان فيه اطفال تانية مفتحة انت لازم تكون حازم معاه يعني انه عنيد لو لقاك طول الوقت بتلبيله كل رغباته هيستغل النقطة دي فيك ان انت بتزهق يفضل يزن لحد ما يوصلك للي هو عايزه تمام احيانا التفرقة في التعامل ايضا بيكون لها علاقة بمدى حب مثلا الاب او الام لأحد ابنائهم او لابن معين عن الاخر ودي حاجة الابناء بيكونوا حساسين جدا لها وبيلحظوها وبتباني في مواقف عديدة فهل يا ترى حتى لو هناك عاطفة زيدة لأحد الابناء قدر الامكان وهل ده طبيعي ايه ولا المفترض ان هم موكلوشو زي بعدي ولا دي حاجة صعبة والله انا شفت كده وشفت كده يعني فيه ناس معانا تلاقى خاصة حد معين غصبا عنها تقولي انا ابني ده انا عشان مريح في التعامل يمكن عشان يشبهها في الطبع شوية او في الملامح او شبه بابا اللي هي فقدته او واخد كل اطباع بابا اللي هي ملاحقتش تهوه او ممكن يكون الشخصية لذيذة او مريح مريح في التعامل مش بيتقبها حد تاني بيكون عانيد جدا فطول الوقت من كتر مشاكله بقى شوية نسبة الحب عندها مش الحب بقى التعامل ما عمعتش بريحها قوي فدائما بتمل اللي بيريحها على سينها فاهمها اكتر يعني والاب كمان نفس الحكاية اه طبعا بس هو لازم يبقى فيه كنترول شوية في التعامل لانها مش هيبصرها بالمنظور اللي انت بصاله او اللي انت بصصله ابدا هو هيبص ان احنا الاتنين زي بعض بيتفرقية عني ليه عقدة اوديب هل مازالت مسيطرة الايه التاني كده عقدة اوديب توضيح معلش يعني فيه متعلق مثلا بيه الولد والسوري الاب وبنته الاب وبنته اه موجود انا في غالب الاسر بشوف ان البنت بتبقى متعلق بابوها اكتر والولد بيبقى متعلق بابو امه اكتر ليه فكرة ايه انه حتى ما يجي يرتبط لأيه عايز حد يشبه امه في الطبع ويشبه امه في الشخصية انا شفت ده والحد دلوقتي ومع شخصيات المفروض ان الكلشرة بتاعها عالي جدا بس من كتره ما هو بتأسر بمامته شايف هي النموذج المثالي والنموذج الست الصحة عايز يرتبط بحدة يشبه امه كده لو هي شخصياتها مثلا قوية او شخصية نكحة وكذلك البنت برا انا من الناس اللي كنتم متعلق ببابا جدا جدا لدرجة مش طبيعية بشكل عام حريك شايفة ان ده طبيعي ان الابنة بتنجذب لباباها هو انا بشوف على حسب كرؤية عامة بينجذب الطفل دايما او الابن دايما لمن يحنوا عليه سواء كان الاب والام وهتفاجأ بينه احيانا ممكن يكون مش الاب اللي رباجه زي الام بس هو لقى منه الحنان والعاطف والدفء والاحتواء هو لمن يحنوا عليه لان احنا بقنا في زمن بقى فيه جفاء عاطفي مش طبيعي يا رفكرة حتى في العلاقات الاسرية اللي هي المفروض اللي هي تكون النموذج اي وان في الدفع العاطفي ده ما عادش موجود الدفع الاسر يبقى فيه اختفاء شوية يعني انا من الحاجات اللي قرأتها ان يعني على الاقل كده في اليوم الواحد يكون فيه مثلا بين الاباء والابنائهم يعني حوالي 12 حضن طبعا كل الناس هتسمعك دلوقتي قولك ايه اللي جاب صرت الحضن على فكرة ده مهم جدا لو ده بيسحب الطاقة السلبية يعني ده شيء طبيعي جدا على فكرة ولازم يحصل لو التلامس الجسدي تعبيرا عن الحب في ايه انت حضرتك لمست نقطة شائكة جدا اللي هي ايه بقى قلة التعبير من الاباء والامهات التعبير اللي هو اللفظي والتعبير اللي هو الفعلي بالحضن وان انا اقبل ابني وان انا يعني احتضنه في رجوعه من المدرسة او رجوعه من شغله ده بيبصرها منظور شوية اللي هو يعني بيبقى عندهم كبري شوية في التعامل وفي التعبير عن المشاعر يعني اللي هو ايه ان انا احتفظ بمشاعري جوية مع انه بيذيب الجليد اه طبعا والحواجز النفسية يعني هو مثلا لو راح النادي وشاف مامة صاحبه مثلا كل شوية عملت بوسه ودعمه وكل ما ينجح كل ما يجيب جون وهو مثلا في البيت مفتقد الجزء ده على فكرة ده هامل عنده حواجز نفسية صعبة قوي وهيحس ان فيه نقص مع انه ممكن تكون مامته بتحبه اكتر مامة صاحبه ممكن تكون بتحبه بس هي عندها قدرة عالية على التعبير لانه زي ما قلت لحضرتك كلنا بنعرف نحبه لكن طرق التعبير هي اللي بتختلفه له ده لازم لازم ده بتدعمه عاطفيا جدا على فكرة وممكن يطلع مع الوقت من قلة الاحتضان والتقبيل ده شخصية مهزوزة مين بقى أب ولا أم بيحضن ابنه ولا بنته 12 مرة في اليوم على الأقل يعني مش هنعمل جدول بس هي الفكرة كلها ان تبقى الموضوع ده موجود ده ما فيش فيه اي حاجة على فكرة ده المشكلة انك تيجي تكلم ناس في الموضوع ده بيتهيئ لهم كده ان انت يعني بيعتقد ان ده نوع من التدليل الزائد حضن ايه وبصت ايه ده انت عايزة ركابنا سوري في التعبير يعني ده هيدلع لا طبعا ده مهم جدا مهمة عشان كان عندها تعزيز الطاقة العاطفية لان فقد الشيء لا يعطيه مع الوقت على فكرة هيشوف ان القب لازم يكون جف عاطفيا عشان يكون ناجح هو تلاقيه شخصية صعبة قوي ومحتفظ دايما بحنانه وبعطه برقيته الجوة وهتلاقيه ما يتجوز مراته تشتكي كمان من نفس الجزئين ما بيعبرش هو طول الوقت بيعبرش يعني بيتهيله كلمة بحبك دي انها بتقلل من قيمته او بتقلل من شأنه مش ده اللي بيصل الامر الى ان يعني بيبقى فيه دايما كده احيانا الانسان بيصل مرحلة جحود مثلا مفيش رومانسية في التعامل بينه رومانسية دي مش حاجة متعلقة بس بين اتنين بيحبوا بعض رومانسية دي المفروض تكون بين الناس بشكل عام رومانسية دي تكون احد مناهج الحياة المناهج اللي هي التعامل بلطف والتعامل بمواده ما دي كل دي مفردات للرومانسية رومانسية مش ان انا جيب ورد الحبيبتي أو حبيبتي تجيب لهدية والكلام ده لا الرومانسية المفروض تتضمن كل معاني الود التعامل مع الأشياء حتى الجامعة لما يكون فيه التعامل بلطف مع الشيء بيخليه يدوم معك كلمات التدليل مثلا وتأثرها النفسي آه طبعا المتح اللي كل حاجة هو بيعملها وإن أنا لما جي أعاقبه أعاقبه على قد سنه إن أنا الأول أفهمه أخطاءه دي نوع برضو من أنوار الرومانسية في التعامل على فكرة إن أنا أحاوره يعني كلمة حبيبي دي مثلا لما تتقال من الأب والأم الأبنائهم يعني إيه مدى تنسيرها آه طبعا هو طل الوقت بيحس بمواد ده حتى لما جي أعاقبه أنا زعلان العقاب النفسي على فكرة تأثيره أشد من أي نوع يعني مثلا أحيانا ممكن يكون عودوا على كلام الحب وبعدما يزعاني أزق ما أقولوش يعني مثلا يعني أنا عودت أقوله يا حبيبي يروح قلبي أنت كل حياتي أنا بحبك قوي وفجأة غلط خلاص بقى التعامل بقى جاف تخيل لما يكون ده يعني عقاب يعني مش أفضل كتير من أن يكون العقاب بعقاب بدني آه طبعا طبعا العقاب البدني على فكرة بيطلعهم على الوقت شخصية عنيفة وعدوانية بيطلع إنسان كمان آسي جدا وبرضه بيبقى مع الوقت مجرد من الرومانسية ومن العطف وهيبقى قبى برضو أجريسف عنيفة آه لأ لازم التعامل لأ أنت لو عودته على كمية الحنان دي وصحبها منه يوم بس آه خصمه تقول له يعني أنا بعمل كده أقول له نعم خصمك يقول لي نا أنا آسف لإنه أتعود على على كمية من العطف ومن الحنان يومية حاسس إنها لو غابت شوية هيتهز آه آه ده مهم جدا آه ماذا قال في مجتمعنا المجتمعاتنا الشرقية مسيطر فكرة تربية الولد بشكل إنه في يوم من الأيام حتى أراجل مجتمع ذكوري وتربية البنت بتربية مختلفة لأنها هتكون بنوتة رائعة آه يعني حضرتك شايفة يعني في مجتمعات دلوقتي آه بتتعامل مع الأبناء بشكل مختلف تماما هما بيلغوا فكرة الجندر نفس الأسلوب اللي بيعملوا بيه الولد هو نفس الأسلوب اللي بيعملوا بيه البنت حاك شايفة أني الأفضل وهل فعلا إحنا في تمسكنا بهذه القيم إحنا يعني آه بنتمثك بأمور هامة مفيدة لمجتمعنا هو المفروض أن أختلق الفرق الوحيد اللي يكون بينهم أنا كأم بتعامل بشكل سوي إن أنا أراعي أن الولد هتبقى قدرته على التحمل أعلى من البنت يعني أنا العطف والحنان اللي هقدمه للبنت بشوفه النور المفروض يكون أكتر من اللي أنا هقدمه للولد مش إن أنا برضو عادي أو عاملة مش كويسة لا أعوده على تحمل المسؤولين بس إن أنا مثلا ربي الإبن على إنه حيكون راجل بصفات الرجل والبنت إبنه بصفات المرأة يكون فيها الحياة يكون فيها الزجل ده اللي أنا أقصده لا اللي هي القيم إن أنا عودها إنها يكون عندها حياة إنها تكون مؤدبة تكون لطيفة يكون صوت هواتي تيجي تعبر عن اللي ما يبقاش لتنين زي بعض آه لا طبعا لا على فكرة المساواة في التربية بينهم هتخشنها معلش أن أسف في التعبير يعني هتطلع عندها الجانب الزكوري أو الرجولي في التعامل لا لازم تحتفظ برضو بجزء ونسوي فيها ولذلك أحيانا ممكن تجدي تجدي مثلا بنات تحسي يعني إن لولا شكلها الخريجي يقول دي مثلا دي تعاملاتها ولد آه تعملتها وطريقتها أو حتى ممكن كمان حتى في اللبس ممكن تبتدي تتشابهة للأسف بتفخد أنستها تدريجيا للأسف لا طبعا لازم يكون في تفريقة طبعا لأن الكيان الفيسيولوجي والنفسي اللي تذكر غير الأنثى تماما وليس تذكره كالأنثى دي نص القرآن الكريم دي نقرة والتفريقة بقى في التعامل في حاجات تانية في تفريقة مؤزية بقى يعني في تفريقة مؤزية بقى اللي هو أن نديله طول الوقت أنه يعمل كل حاجة وهي يلغيها يعني هو كل ما يغلط ما هو الراجل ما هو الراجل دي فكرة سيئة جدا مع الوقت بيطلع شخصية أنانية ومسيطر على أخوات البنات ويدربهم بحجة أنه الراجل ولو بابا سفر وراح في أي حتة بيجي لأعمل مصايب مع أخواته البنات عشان بيتقال له طول الوقت انت الراجل كم مرة حضرتك سمعت بنت تقول يا ريتني كنت تولدت ولد في مجتمعنا والله ساعات كتير قوي يعني هي فكرة الولد عندها مرتبطة بالحرية شوية أنه بياخد حريته شوية في الخروج بيخافوا منه في البيت وبيعملوا له حساب لكن أنا يعني إيه مكسور جناحي يعني نما إيه بييجوا علي أنا شوية بس هو أنا بشوف أنه لازم يكون في تفريقة طبعا لأنه هو التركيب النفسي للاتنين مختلف يعني كل طرف فيه مختلف عن التاني طبعا فيما تعلق بالعلاقة بين الأبناء وبعضهم لبعض وكيف يمكن إرساء علاقة سليمة سوية بينهم برضو ما يكونش فيها تحكمات أحيانا بتلاقي الولد حتى لو أصغر من أخته بتلاقي هو المتحكم فيها المسيطر عليها بيأمرها بيرضعها يعني طبعا للمسؤول عن كده أكيد الأب والأم ما لسه أقولك الصلاحيات اللي هم الدهان وبرده أنه هم يلغوها لمجرد أنها أنسة يعني طالما أن هي أنسة خلاص فهي كانها في البيت ملغي وملهاش أي دور ده راجع برضو لتعزيز الأفكار من هم لسه صغير يعني البنت تبقى شايفة أنها أكبر من أخوها الصغير وأخوها بيرضعها وبيأمرها وممكن يحرجع قدام زميلاتها ده راجع برضو لأن البيت بيبقى في الحالة اللي زي دي مش مسيطر على الوضع ده لازم برضو هم يقولوله لأ اللي أنت بتعمله ده غلط إحنا اللي نتكلم بس ما ينفعش نتكلمها بالأسلوب ده لو عايز تواجه لها حاجة حتى تبقى بينك وبينها كده يعني طب وفترة أن يكون هناك قائد بين الأبناء يعني حاجبش فيها زي أنا بشوف أن وجود في وجود الأب والأم ما ينفعش يكون في قيادة من أحد الأبناء للطرف التاني على ألف المرحلة الأولى من حياتهم لأن ده مع الوقت هيعمل الجانب أنا هنسقط على الجانب اللي أنت قلته في الأول بقى واحد فيهم هيحس أنه هو المدلل هو اللي أقوله الكلمة والكلمة كلمته مع الوقت الطرف اللي تحته بقى اللي هو التابع ده هيحس أنه بابا ومامته بيفضل أخول كبير عنه هيحسه طوال وقت أنه ملغي عشان جيها تلاقيك معظم البيوت ده المكان شو كلها واحد واخد دور الشخصية القوية الأب الثاني في البيت والشخصية تانية طول الوقت بس ما بتعملش أي حاجة ولا لها أي دور في أي حاجة لأنها تعودت أنها تتلغي من وهي صغيرة وساعت بيبقى لأبن الكبير على فكرة مش لازم بيكونوا الصغيرة بس على حسب الصلاحيات اللي الأب والأم بيدوهم وساعت بيشوفوا مثلا في ابن من أبنائهم واخد مثلا صفات قريبة من الأب شوية فبيشوف فيه نفسه بيشوف فيه شبابه بيرجعوا لذكريات معينة فيبدأ بقى إيه يديله صلاحيات كتيرة يتغابع على شخصيات إخواته ويقول لي ده أنت خليك أنت بينضحك عليك أنت مش بتفهم حاجة خليك ورخوك الكلمة لي أصلا مع الوقت بتحطمه نفسين وهو مجدريان طبعا ممكن يكون أنا فيها امتيازات تانية أنت ما أنت تشايفها لمجرد إعجابك الشديد بإبنك اللي شبه لازم يبقى فيه توازن في العطاء أيا كان درجة الحب أنا مقدرش ألوم أب أو أم أنهما بيحبوا حد أكتر لأن دي مش بييدو العطفة ما حدش فيه ناملك التحكم فيها لكن أنا أقدر أتحكم في طرق التعبير عنها لازم يكون فيه عدل كمان في التعبير لكن نقطة مهمة أكيد حاجة تتفق معايا فيها وهي أن طبيعي أن يكون أي حد ومن هو صغير كده يعني بيبقى ربنا حباب موهبة معينة وبيبقى دور مهم وكبير على الأباء يعني يكتشفوا الهبات اللي ربنا وهبها لأبنائهم دي حاجة مهمة جدا إزاي ده يعني يتم من قبل الأباء بشكل جيد بالاهتمام وبالمتابعة وأنك تشاركوا اهتماماته من هو صغير لو أنت عودتوا أن أنت اكتشاركوا اهتماماته هتكتشف ده قريب قوي يعني اكتشفوا في سنه صغير وتبدأ تنميه وتبدأ تدعمه وبشوف برضو لو في توزن في العلاقة بين الأب والأم ده بيدي مساحة أكبر لأن أنا اكتشف في المواهب دي لأن لو الطرفين بينهم يعني مشتتين أو العلاقة بينهم مش متزنة ده بيخليهم ما بيركزوش في تربيت أولادهم ومركزين أكتر في نجاح العلاقة بينهم تمام كان حوار يعني لطيف جدا بالنسبة لي ساعدت بجروحك معنا الحلقة عادت بسرعة فدي حاجة بدل يعني بالنسبة لي أن الحلقة كانت ممتعة بشكرك دكتور رانيا مجدي استشاري أسري وتربوي شكرا جزيلا لحضرتك مرسي مشاهدين وصلنا لختام هذه الحلقة طبعا يعني دايما كده بنحاول في يوم الخميس نختار موضوعات متعلقة بالأسرة وكيان الأسرة ومدى الترابط الذي يجب أن يكون بينها بشكل عام لأن طبعا إحنا عندنا اعتقاد راسخ إن تماسك الأسرة من تماسك المجتمع شكرا لكم نلقاكم في حلقة أخرى إلى اللقاء شكرا لكم